مقاطعة نوفز كوتشم المقاطعات الجميلة المهمة جدا في شمال كندا مقاطعة جواها يعتبر معتادل بالنسبة لباقي مقاطعات شمال كندا عامل النهاردة برنامج مميز جدا خاص اكتر بالعمال طب عمال ايه؟ عمال البناء وعمال مدراء المنازل وعمال المهن المتخصصة في البناء زي المقاولين والكهرباء والاتصالات والنجارة والمشرفين والحرف الاخرى اللي ليه علاقة بالبناء لو عايز تعرف اكتر كامل مع الفيديو للاخر يا صباح الفل اهلا وسهلا بيك عزين المتابع ازايك عامل ايه؟ لو اول مرة تشرفني ياريت تاخد لفة كده في القناة انا متأكد ان انت هتلاقي حاجات هتعجب زي ما قلنا لك في الانترو بتاع الفيديو مقاطعة نوفا سكوتشا عاملة برنامج اسمه طيار عامل بناء حاسم ده الاسم بتاعه بالعربي اسمه بالانجليزي كريتيكال كونستراكشن ووركير باي البرنامج ده عبارة عن ايه؟ البرنامج ده عبارة عن فرصة مميزة تقدر فيها حضرتك تسافر بكل سهولة وعمرك ما بين 21 ل55 سنة كمان تقدر تاخد معاك اصلتك طيب ايه المطلوب مني؟ شهادت السنوية العامة او اثبات اني كملت برنامج دراسة زي وزي السنوية العامة يعني مثلا صنايع باكالوريا الحاجات دي يكون عند حضرتك خبرة عملية متعلقة بالوظيفة بتاعتك سنة واحدة يكون عند حضرتك اقل اثبات في اللغة بتاعتك الانجليزية او الفرنسية اهم حاجة عندي في البرنامج ده اني اكون بعرف اتواصل مع اصحاب الشغل في نوفا سكوتشا وده اللي انا هورره لك واعلمه لك في الفيديو بتاع النهاردة هنخش حالا نشوف الفيديو وفلص الفيديو هنقولي المسابقة بتاعتنا عشان ما نضيعش وقت الناس وعشان ما نأخرش عليكم الشغل يلا بقى امينا لايك شير سبسكرايب دعوه من القلب لاخواتنا في فلسطين صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم يلا نيجي لنشوف فرصته بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بيك يا عزيز زي ما قلت لك في الانترو بتاعي طيار عامل بناء حاسم اه دي الاسم بعد الترجمة الطيار ده مخصص لعمال البناء المهمين ده مصار اسمه مصار عرض عمل مخصص فقط ندقش لهم عرض عمل دائم بدوام كامل من صاحب عمل في نوفا سكوتشا يبقى انت كده اول حاجة قدامك او اول حاجة لازم تتخطها ان انت تشيل من دماغك فكرة ان انا خايف ادور على عرض عمل انا هقول لك في الفيديو ده هتعمل لي بالظبط وما كان لاش في حاجة اسمها الجدارة الاهلية طيب ايه الجدارة الاهلية دي اول حاجة هي زي ما وقت لك في الاول ان حصول على عرض عمل من صاحب عمل في نوفا سكوتشا يكون عنده شادة عدم الممنع طيب ايه الوظائف او ايه المجالات بقى ديه الحاجة اللي تفح بصراحة اول حاجة كده مضراء البناء داني حاجة مضراء بناء وتجديد المنازل ثالث حاجة المقاولين ومشرفين المهن الكهرباء والاتصلاة المقاولين ومشرفين مهن حرف البناء الاخرى والمصلحون والمركبون والخدمات طيب ايه المركبون دي فيه بيوت جعزة بتيجي تتجمع فيه كمان الناس اللي بتصلح عندك مثلا مشكلة في بيتك فيه كمان الناس بتاعت الخدمات لخدمات الصيانة ونظافة وما شابها دا كمان مشرفين ومقاولين الحرف الميكانيكي ولحمين ومشغلين الالات ذات الصلق كهربائيون اي حاجة لها علاقة بالكهرباء اللي هي بتاعت المعازل كهربائيون صناعيون كمان نجارين ومبنيين وميكانيكا المعدات الثقيلة وميكانيكا التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ومشغلون الرفعات اللي هي فوركليف والتشتبات الخرصانية وعمال الجص وتركيب الحوائط الجافة والتشتبات والرغوة وعمال الاسقف والالواح الخشبية وعمال التركيب والخدمات السكنية التجارية وبرضو مشغلون المعدات الثقيلة ومناوله المواد اللي هو مساعد عامل ومساعد وعمال حرفة البناء ومساعد وعمال الحرف الأخر دا كده اول شرط اللي هي تكون عندك عقد في الحاجات دي وبتالي الحاجات دي الطايفة كبيرة جدا بتتبعنا ممكن تكون تقدر تشتغل فيها وعندها فيها او تقدر تجيب فيها شهادة خبرة سنة واحدة بس تالي حاجة يكون عندك شهادة خبرة عملية متعلقة بالوظيفة عام واحد فقط تالت حاجة يكون عندك شهادة سنوية او اثبات انككملت البرنامج دا رابع حاجة يكون عمرك مبين واحد وعشرين لخمسة وخمسين سنة يعني مفتوحة في العمر وده نيزة خامس حاجة بقى اثبات القدرة اللغوية التي تساوي المستوى في معايير اللغة الكندية طيب ايه هو مستوى فايف دا مستوى فايف دا يعتبر اقل مستوى وطلوب منك في اللغة وبيكون جنرال مش اكاديميك طيب ايه البارق بين جنرال واكاديميك جنرال دا اللي هو اللغة عموما اكاديميك دا بيبقى لغة خصوصية تاني حاجة احنا لو بصينا على يعني فيه برامج كتيرة جدا منعيوها ان هي بيقول لك تكون مستوى في معايير إنه مفيش كده من ضمن معاييره إن حضرتك تكون جايب في اللغة على الاقل ستة ونصة أو سبعة وكلما تحب تعدي اكتر في البوينز لازم تعلي اكتر في مستوىك في اللغة فدي ميزة كبيرة جدا ليك في البرنامج دا طيب انا عايز اقدمي عم باسم هقدم ازاي فيه صحيح حاجة اسماء الظهار الموارد المالية الكافين الاستقرار بنجاح في النوفا سكوتشا بس دي بالنسبة لي انا مش شايفها شرط لان انت كده كده هما تيجي على عقد عمل هتحتاج ان انت اول شهر بس يكون معك مصاريفك وبعد كده الدنيا بتمشي واحدة واحدة انا عايز اقدم طيب التقديم ازاي انا لازم اكمل نموذج الطلب هدوس هنا حيبدأ يدخلني على الصفحة دي تعال انترجمها مع وعد بسم الله اول برنامج على يمين اسمه برنامج ترشيح نوفا سكوتشا تم تصميم برنامج للمهاجرين الافراد المحتملين الذين لديهم المهارات والخبرة التي تستهدفها مقاطعة نوفا سكوتشا تمام تاني واحد على الشمال برنامج الهجرة الاطلسي بساعد برنامج الهجرة الاطلسي اصحاب العمل في كندا على توظيف العمال اجانب المهار الذين يرغبون في الهجرة الى كندا الاطلسية والخبجين الدوليين الذين يرغبون في البقاء في كندا الاطلسية احنا هنبقى في اول واحد هندوس اطلاقي تعالى نترجم الصفحة كنا مع بعض تمام احنا بمجرد ما دوسنا على اميجريشن او اميجريت تو نوفا سكوتشا قالك بمجرد انت مؤهل لبرنامج الترشح نوفا سكوتشا فان الخطوة طيب انا هقدم ازاي فيه اونلاين ابليكيشن انا هملاه تعالى بقى نترجم كده الجزء ده بيقولك عملية التقديم عبر الانترنت انا هعمل حساب هطبع نسخة للاحتفاظ به لا يمكن عرض الطلب والمرفقات بعد تقديمه لازم تاخد منه كوبي ارفاق الوسائق الداعمة ارسل وانتظر ان تسمع منك يبقى انا لازم اجاز نفسي من دلوقتي لو عندي اي سؤال هبعت ايميل على هبعت السؤال بتاعي في ايميل على نوفا سكوتشا طيب انا تمام اوكي عايز ابعت هقول له ابلاي ناو هدوس له هنا ابلاي ناو هيدخلني طبعا في الاستمارة هايقول لي انجليزي ولا فرنساوي انا عن نفسي اختار له انجليش لو حضرتك طبعا من حبيبنا في شمال افريقيا تختار الفرنسي اشتر من هنا في الحتة دي هنقول له انجليش حيبدأ يديني كومنت المثبت وفي شرح الفيديو هنخش نبعت السي في بتاعنا صدقني والله العظيم وانا بابعت معاك وبعمل معاك اي حاجة بلاقي الايميل جايلي بالرد في ساعتها قولي انتظر لقلاتا من راجع وكتير جدا بيبعتلي امتحان اي كيو مثلا وبيبعتلي بعدها طلط انا اكتر من مرة وانا بقدم جالي عروض عمل وعلى فكرة وانا بقدم بقدم ان انا من مصر فبالتالي ايه وعا تقولي فكرة ان انا محدش بيرسلني دي الفكرة دي موجودة بس في حالة واحدة لو السي في بتاعك مش مزبوط فانت زبط السي في بتاعك وانخش دور على الوظائفين هتلايني سايب لك ده وسايب لك اكتر من موقع لبحث عن وظائف داخل كندا ادخل دور فيهم بمجرد ما اهضحصل على عقد العمل نرجع تاني هنا هنقول له كرييت اكاونت بالضبط كده فنتها يوقع تمام بعد اما قلت له كرييت اكاونت بدأ يديني الخطوات بتاعتها اول حاجة تاني حاجة طيب يعني ايه الكلام ده يعني انا هقول له هاي قلت له كونتينيو بدأ يديني المعلومات والحاجات اللي هتخليني اعمل الاكاونت على اساسها يعني بدأ يقول لي ان انت لازم تحط اسمك وتحط الاسم بتاعك اللي هو اسم العائلة وتحط تاريخ ميلادك وتحط الايميل بتاعك ده في الاول خالص وهقول له كونتينيو يعني انا المفروض ده راجعت ديت بس انا هقول له كونتينيو على طول بعد اما قلت له كونتينيو قال لك يعني اول اسم اللي هو اسمك انت تاني حاجة اللي هو اسم العائلة تانت حاجة الايميل بتاع حضرتك وبعدها تحط له يوزر نيم اللي هو الاسم اللي انت تحب انه يظهر قدام الناس وبعدها تحطيني الباسورد زمي كورد اقل حاجة تمن ارقام والحروف ويكون ما بين اللي هي الحروف الكابيتل والحروف والحركات اللي هي الارقاب والعامات وتقول له كونتينيو طيب انا بعد ما عملت انا مش هقدر اعمل ده ده الوقتي عشان انا عندي وريدي اكاونت عليه طيب انا بعد ما عملت الاكاونت ده ان اللي بيحصل بيجي لي رسالة على الايميل بتاعي في ساعتها الرسالة ديت بتقول لي ان انت عملت اكاونت على الموقع الرسمي لصفحة نوفا سكوتشا عشان تقدم على الهجرة طيب انت صاحب الايميل ده فهتقول له تحت اجري او كونفيرم مجرد ما تقول له كونفيرم هيفتح لك الموقع ده تاني هتخص بقى تكمل بقية البيانات بتاعتي ايه هي البيانات بتاعتي بيانات عادية خالص اكنك بتملس في ولازم تكون مجهز السيرة الزاتية بتاعتك وانت بتكمل البيانات دي انا بمجرد ما كملت البيانات بيبدأ ييجي في مرحلة من المراحل يقول لي انت معاك عرض عمل هتقول له ايو انا معايا عرض عمل هتبعته له فانا كده لازم القطوة الاولى ان نخش على الموقع الرسمي بتاع الوظايف وابدأ ابعت لغاية لما يجيلي عرض عمل على فكرة يا جماعة والله العظيم بيجي كتير جدا يعني انا اكتر من حد بعتلي قال لي انه جاله عرض عمل لدرجة اني في ناس جالها عروض عمل والناس دي ما راحتش يعني راحت حاجة وسبت حاجة يعني حد جاله اكتر من عرض عمل في نفس الوقت فده معناه اني حضرتك بتستهدف غلط او بتحط السبيب بتاعك مفروش لبيانات كده فاحنا ممكن بقى نزبط السبيب بتاعنا ونكمل ان احنا نملأ بياناتنا بعد اما نملأ البيانات ويجي لنا عرض العمل بنبدأ نبعته ليهم بيبدأوا يعملوا المعالجة عملية المعالجة بتاخد معاهم من 3 اسابيع لتسعين يوم لانهما بيبتدوا يعالجوا طلبات كتيرة جدا فبالتالي احنا نعمل حسابنا ان احنا لو دلوقتي هنقدم احنا ان شاء الله هنسافر على يعني على اخر فصل الشتة نقدر نكون ان شاء الله مجاهزين نفسنا ومجاهزين اوراقنا عشان نسافر زي ما قلتلك في بداية الفيديو من ضمن مميزات البرنامج ده ان هو بيكون بيتكلم اكتر على ان هو تقدر من خلاله تاخد اسخطك معاك وانت مسافر احنا بغاية هنا خلصنا الفيديو بتاعنا هقول لك فرصة النهاردة ان شاء الله هنساعد عشرة من حضراتكم بشكل مجاني على ان هم يقدموا في البرنامج ده وهنساعدهم اكتر في ان هم يدوروا على عرض عمل فبالتالي هنحتاج منهم يكونوا مجهزين لنا السيفيز بتاعي الاختيار بيكون على اساس ايه اول حاجة تكون حضرتك عضو حقيقي في القناة عامل سبسكرايب لينا وهو عامل شير للفيديو على صفحتك مع اصدقائك تاني حاجة تكون عامل لايك للفيديو كاتب لنا في كومنت اسم حضرتك ودولتك ايه وعتن سبقى الصلاة عامل سبسكرايب على السلام وافتكرنا بدعوة حلوة وانت بتدعي شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته